حدثنا بهز وأبو النظر قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد قال أتني الوليد أنا وصاحب لي قال فقال لنا هلما فأنتو ما أشبوا مني سنا وأوعى للحديث مني قال فانطلق بنا إلى بشري بن عاصمين قال فقال له أبو العالية تحدث هذين حديثك قال حدثنا عقبة بن مالك قال أبو النظر الليثي قال بهز وكان من رهته قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قال فأغارت على قومين قال فشذ من القوم رجل قال فاتبعه رجل من السرية شهرا سيفه قال فقال الشاذو الشاذو من القوم أني مسلم قال فلم ينظر فيما قال فضربه فقط له قال فنم الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال القاتل يا رسول الله مقال الذي قال إلا تعوذ من القتل قال فأعرض عنه عاما قبله من الناس وأخذها في خطبته ثم قال أيضا يا رسول الله مقال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه عما قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر فقال الثالثة يا رسول الله والله ما قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءات في وجهه قال له إن الله عز وجل أبع على من قتال مؤملا ثلاث مرات